أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييكوا تحية المحبة والنعمة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح في هذه الحلقة ما زلنا في نفس السلسلة أحقاً قال الله وفي هذه الحلقة رح نتكلم عن العلم الحديث والكتاب المقدس هل في أي تعارض هل في أي تقارب رح نعرف عن هذا الموضوع بعد قليل قبل ما أقدم الضيف عاوز أقرأ أيتين اللي تكررت ولسيما في الحلقة اللي سبقت عن نفس الموضوع أحقاً قال الله شفنا من الخليقة أن الأزمنة كيف تبتدأ بالخليقة وبتنتهي في المجيء الثاني وفي عبارة كررت أن الله خلقنا والله افتدانا في سفر الرؤية مكتوب في صحاح أربعة رؤية أربعة وآية 11 أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء لاحظ الكلام وهي بإرادتك كائنة وخلقت في صحاح خمسة على طول بقول وهم مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة لاحظ في الأيتين الله خلقنا وأن كل الخليقة كائنة في إرادة الله وفيه يقوم الكل وهون نشوف أن الله اشترانا أي افتدانا من كل شعب من كل أمة من كل قبيلة يعني من كل الألسنة بترجعنا لسفر التكوين اشتركوا في القناة